دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم قادة كوزوفو وصربيا إلى وقف التصعيد على الفور بعد اشتباكات وصفها بغير المقبولة في شمال كوزوفو وحذر بوريل من أن الاتحاد الأوروبي يناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال واصل الأطراف مقاومة الخطوات المخترحة تجاه وقف التصعيد يأتي ذلك بعد مواجهات عنيفة أدت إلى أصابة أكثر من ثلاثين عنصرا من قوة حفظ السلام وأكثر من خمسين متظاهرا كما ودان حلف شمال الأطلس بشدة لهجماته غير المقبولة مشددا على وجوب أن يتوقف العنف فورا